ايضا حقيقة مئة واثنين وعشرين مرة واكثر موسم تعرضت فيه للطلب كان الموسم الاول مع ريال مدريد عام الفين وستة عندما طورد اربع مرات وهذه الكرة تبدو خطيرة للريال في المكان الخطير التزديد تاتي جول جول الويلزي جارث بيل جارث بيل احنا قلنا هي مسألة وقت ان نشاهد الهدف الاول لريال مدريد لان الكتاب يقول ذلك ولان عنوان المباراة واضح وصريح ريال مدريد هي مسألة وقت ليس الا لان يسجل الهدف الاول صمد بلد الوليد حتى الدقيقة الثالثة والثلاثين يأتي انخل دمارية حارس مرمى يبعدها لكن يبعدها وين يبعدها على رأس الويلزي جارث بيل وبالتالي يعالجها مباشرة الى الشباك الهدف الاول للمباراة وهو خامس اهداف ان لعب كاربخال قال الثابل مارسلو عرضية منعوبة وكرة خطيرة جول جول ثالث والويلزي يسجل مرة اخرى الويلزي جارث بيل ليس بالقدم اليسرى وليس بالرأس يازيزو وانما بالقدم اليمنى بالقدم اليمنى وهذا الرجل يقول ماذا عسايا ان افعل ما في حلول الداخل الى سانتياغو برنابيو مفقود هكذا يرى هذا الرجل المدافع هيها هيها الى من هيها الى اللعب الذي بدأ الكرة وارسلها الى مارسلو وبعد ذلك تاتي في المكان السهل تماما في المكان السهل يضع قدمه اليمنى ويذهب الى الزميل يشكر مارسلو الى طبعا معقل البرنابيو كرة في اللحظات الاخيرة الان كرة تنقل الى مارسلو هذه خطيرة كرة تلعب جو هاتريك للويلزي هاتريك للويلزي اول هاتريك لقرث بيل بقميصي ريال مدريد يسجل الهدف الرابع يسجل الهدف الرابع هو اللي بدأها بالمناسبة لما نشوفها من البداية تشاهد عزيز المشاهد بانه ومن بدأ الكرة هو اللي بدأها واستمر ما وقف ما قالك خلاص انا عديتي اللي عليه استمر للتقدم في الامام ومارسلو كان ينابر وكان يشاهد الزميل المنطلق من الخلف وبالتالي مارسلو في مكان سليم الى قارث بيل ريال مدريد يزور شباك بلد الوليد للمرة الرابعة وقارث بيل يزور الشباك للمرة الثالثة